منذ اليوم الأول لتدخلها في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية اعتباراً من أواخر مارس 2015 حددت أبوظبي أهدافها بدقة كبيرة ثلاثة أهداف رئيسية سعت الإمارات لتحقيقها في اليمن بداية من رؤيتها لمحاربة ما تصفه بالإسلام السياسي الذي يمثله حزب الإصلاح من وجهة نظرها ذلك الهدف كان غطاءاً للتحكم بالقيمة الاستراتيجية للبحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب وهو ما مثل أولوية منذ سيطرة القوات الإماراتية على مدينة عدن وقرارها الذهاب غرباً باتجاه باب المندب والمخى وصولاً للجزر اليمنية في البحر الأحمر والمحيط الهندي ولإكمال السيطرة على المنافذ البحرية اتجهت جنوباً وشرقاً باتجاه شبوة والمكلة لإحكام قبضتها على منابع النفط والغاز ومنافذ تصديرهما السعي للسيطرة على الجزر اليمنية كان تعويضاً لخسارتها الوجود العسكري في جبوت والصومال بالقرب من باب المندب حيث سعت لبناء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون ثالث الهداف الإماراتية في اليمن كانت عزيزة وتطوير حضورها العسكري في جنوب البلاد تمهيداً لدعم انفصال اليمن ومنعاً لأي عملية إنعاش لدور ميناء عدن التاريخي وهو ما يمثل تهديداً حقيقياً لميناء دبي وبعيداً عن أهداف التحالف أو الشرعية اليمنية مضت الإمارات في تقويض سلطة الحكومة الشرعية في المناطق الخاضعة لسيطرتها وأعاقت عودة الرئيس هادي وحكومته للعاصمة المؤقتة تقدم الإمارات نفسها كوصي على الجنوب وكلاعب أساسي يحرك الأوراق فيه كيف يشاء ودعمت انقلابين على الشرعية في عدن من شأن الأخير منهما أن يطيح باليمن الموحد أو الوجود الإماراتي فلم يعد هناك إمكانية للتعايش بينهما نهائياً